والله إذا قطع الاتصال بينك وبين الله قطعت السعادة عن حياتك كله الاتصال هو الصلاة لذلك يقول بعض أهل العلم من أراد السعادة فليعرج إلى الله إذا صلى الله فرض الصلاة في أي بيت من بيوت إمهات المؤمنين ولا بيت ولا بيت فرضها في السماء لما؟ لقدرها عنده ولا كفر إلا في تركها قال ابن عباس وغيره ما في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة اللي يترك الصيام عاصي مرتكب كبيرة بشرط أن لا يستحل ترك الصيام اللي ما حج إلى الآن عاصي مرتكب كبيرة بس مسلم اللي ما زكى مع أنه بخيل عاصي مرتكب كبيرة مسلم ما صام عاصي مرتكب كبيرة مسلم إذا ما جحد بوجوب الأركان لكن ترك الصلاة ترك الصلاة متعمدا تكاسلا ارتد عن ملة الإسلام في أصح أقوال أهل العلم واحد ما يتصل بربه كيف يسعد ولذلك أحبابي ميزان السعادة أنت تبغى تضبط إيقاع الحياة؟ تريد تضبط إيقاع حياتك؟ اضبطها بضبط صلاة واحد يصلي على الهواء يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاوي بعد يحق راسه أنا صليت ما صليت توضيت ولا ما توضيت ضائع حياتك ضائعة أحسن الله عزائك الرقم غير صحيح الرقم لا يوصلك إلى السعادة لذلك من يوم أن ترى الإنسان يصلي على هواه بلا أن تسأله اعلم أن حياته متذبذبة الله عظيم الذي أيستوي من يسجد لله سجدة تساوي صلاتي وصلاة من مثلي صلاة كسجدة أنا رأيت رجل سجد سجدة في المسجد الحرام أربعين دقيقة في جوف الليل والله أربعين دقيقة وأنا كنت ما أخذ عمره ما أبغى أستاجر أبغى أرجع للرياض مطيب فيني داخل الحرام ما عندي مكان آخر صلينا ركعتين ثلاثة أربع جلسنا بجوار الرجل ما رفع رأسه خشينا أنه مات فبعد أربعين واحد وأربعين دقيقة قال الله أكبر إذا وجهه كالشمس في الشمس كأنها في مفرقه وكأنها في وجهه نور والله لو لم يكن متلذذا بمناجاة الله ما سجد أربعين دقيقة موسيقى